طبعا خير يعطيكم العافية قال الله تعالى في كتابه الكريم إن بعض الظن إثم بما معناه إن إذا بتظن في أحد بري كلير الآية هاي واضحة إن إذا بتظن في أحد سوءا وما عندك أدلة فأنت آثم ذكرتني هاي في قصة قرأتها حديثا واحد واحد دور في كتبه وجد إنه في كتاب مش موجود فظن إنه جاره هو اللي سارق الكتاب فلما اطلع على جاره لأ جاره مشيت ومشيت سارق الكتاب لما حكم على جاره اتوقع إنه جاره كلام وكلام سارق كتاب لما شاف جاره بضحك اعتقد إنه جاره ضحكت وضحكت سارق الكتاب رجع عالدار ظلوا يفكر في الطريقة وشو ليش سارق الكتاب وتألم كثيرا وما عرف ينام الصبح بصحة بروح بصحي ابنه وجد إنه الكتاب موجود في غرفة ابنه فعرف إنه ظلما وبهتانا ظن بجاره السوء وعرف إنه هو نفسه هو السارق الحقيقي لأنه سرق من جاره براءته الحقيقية اللي هي اتهم فيها ظلما وسرق من نفسه يوم كامل حزن وبأس وسوء ظن ومعرف ينام لازم نتأكد إنه سوء الظن قد يجعلك تتخيل ما لا يوجد وحسن الظن قد يجعلك تتجاهل ما هو مؤكد السلام عليكم متذكروا إن بعض الظن إثم ترجمة نانسي قنقر